السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعيني الكرام متابعة قناة من الاخر الخلاصة معكم محمد نور الدين مستمرين معكم في تقديم فيديوهاتنا عن تصفيات كأس العالم بالنسبة لقارة اسيا المؤهلة القطر عشرين اتنين وعشرين بازن الله تعالى ودلوقتي نتكلم عن ترتيب برضو المجموعات بعد مباراة الصين اليوم اليوم تلاتين خمسة الفين وواحد وعشرين الاحد الموافق تلاتين مايو الفين وواحد وعشرين ولو في اي معلومة جديدة انت عرفتها عن الموضوع بعد انتسحب كوريا الشاملية هل في اي حاجة ممكن تبقى جديدة في الموضوع يا ريت تكتبلي في التعليقات لسه لحد دلوقتي بعد ما راجعت الاخبار عرفت ان كوريا انسحبت يوم سبعتاشر خمسة وبعد ما انسحبت دلوقتي المجموعة الاخيرة او المجموعة السبعة كوريا الشاملية بقتش موجودة فيها فبقى اربع فرق فقط طبعا الفرق المتاهلة بتبقى كم فريق بتبقى المراكز الثمانية الاولى في كل مجموعة وما تم المجموعات طبعا انت عارف واصحاب اربع المراكز الاولى اصحاب اربع مراكز التانية ااسف اللي في المركز الثاني افضل تواني افضل تواني هياخدوا اربع فرق وبعد كده الاثناشر دول هيتعمل ما بينهم قرعة فيبوا اتناشر فريق هيتقسم على مجموعتين كل مجموعة تلعب بنظام الزهاب والدوري كده يعني نظام وقياب اللي هو يعني نظام الدوري زي ما انت عارف دوري كده بين ست فرق في كل بين ست منتخابات في كل مجموعة اول تلاتة هنا واول تلاتة هنا اول اتنين واول اتنين هيتأهله رسميا طبعا لكأس العالم المركز الخيء التالت والمركز التالت يلعب مع بعض نظام مبارات زهاب وقياب والفائز بالمحصلة هو المتأهل يبقى كده عندك خمس فرق يتأهله من تصفيات كأس العالم لأسيا عشرين اتنين وعشرين حتى اعتقد الفريق الخامس كمان مش هيتأهل رسميا ده هيتاخد ويلعب مع فريق مش عارف كارة امريكا الشمالية او كارة امريكا الجنوبية هيبقى برضو نفس الفكرة برضو هيلعب مع بعض كده برضو للفائز هنا وهنا يبقى عندك اربع فرق ونص كده من الفريقين يعني بيتقال اربعة ونص عشان كده تمام طيب متابعين الكرام منتخب كطر طبعا هو المستضيف للبطولة وده من كارة اسيا فبالتالي انت عندك حاجة مهمة جدا لو منتخب كطر تصدر مجموعة او من افضل التواني فبالتالي هو كده كده متأهل هياخد افضل خامس فريق في المركز الثاني فبالتالي ممكن افضل مركز ثاني صاحب المرتبة الخامسة في افضل مركز ثاني ده يتأهل لو كطر منتخب كطر تأهل رسميا الى جانب تأهله يعني طبع دي كده المعلومات اللي انا قدرت اجمعها عن الموضوع خلالنا نتعرف على تركتيب المجموعات ولكن بعد نتيجة مبارات الصين اليوم انا تقولت عليك انا اسف جدا والله بس انا بحاول اجيب لك اي معلومة مطابعة قدامي عن الموضوع انا لسه جديد في مجال تصفيات كاس العالم لأسيا ولكن بحاول اجمع الدنيا يعني بعد مبارات اليابان اللي كانت بداية المرحلة التانية يوم او مش بدايتها لكن اللي كان فيه مباريات هنا في شهر ثلاثة اللي فات من مبارات اليابان كانت يوم الجمعة الماضية 285 وفازت على مينمار مينمار 10-0 اليوم بقى الصين تفوز على غوام 7-0 الحقيقة حتى دور على اي واحد عرفه ولا حاجة لقيت اللاعب الان كارفاله ده ممكن يكون بيلعب في الدوري الاسباني او الدوري في دوري من الدوريات ولا حاجة ممكن يكون في الدور الصيني والله بس هم دول اللي عرفتهم بصراحة مش بحتاج اقول لك من السبع اللي احرازه يعني ما نجي للفرق العربين بنتكلم يوم الخميس بقى اهم مباريات فعلا الفلبين غوام الصين المالديف بنجلدش افغانستان ايران هتلعب امام هنكون جنيبالة امام تايوان ونجي للمنتخبات العربية البحرين امام كامبوديا والامارات امام ماليزيا وطايلاند ام اندونيسيا والهند امام القطر وفلسطين امام سنغافورة واستراليا امام الكويت الكلام ده يوم الخميس باذن الله تعالى 3-6-2021 وانا اعمل برضو عنها موعيد المباريات باذن الله تعالى دلوقتي خانا نتعرف على ترتيب المجموعات وانا اسف اني بطول معك في الفيديو ولكن بحاول اجيب لك كل تفصيلة ممكن تفيد في الموضوع يعني لو جينا نشوف ترتيب المجموعات لتلاقي منتخب سوريا في المركز الاول بخمستاشر نقطة الصين في المركز الثاني وعشر نقاط والفلبيني المركز الثالث بسبع نقاط والمالدي في المركز الرابع بست نقاط ومنتخب غوام ده في المركز الخمس والاخير برصيد بدون نقاط ولعب ست مباريات كمان انما باقي المنتخبات الاربعة ده اللعب وخمس مباريات لو اجينا المجموعة الثانية المجموعة بقيت لأستراليا متصدر المجموعة لعب 4 مباريات لسه مدخلش على المرحلة الثانية لان طبعا هي لعب 8 مباريات على السن Dewية المنتخبات 5 في هذه المجموعة في كل المجموعات استراليا متصدرة بالعلامة الكاملة 12 نقطة الكويت المركز الثاني 10 نقاط الاردن المركز الثالث 10 نقاط نيبال مركز الرابع بثلاث نقاط وتايوان المركز الخامس والاخير بدون نقاط طبعا استراليا لعبة أربع مباريات فقط إنما الكويت والأردن ونيبال وتايوان لعبوا خمس مباريات المجموعة سي أو المجموعة الثالثة العراق منتخب العراق الشقيق متصدر ب11 نقطة البحرين المركز الثاني بتسع نقاط إيران المركز الثالث بست نقاط وهونج كونج المركز الرابع بخمس نقاط كامبوديا المركز الخامس والأخير بنقطة وحيدة إيران لعبة أربع مباريات وباقي المنتخبات العراق والبحرين وهونج كونج وكمبوديا لعبوا 5 مباريات المجموعة دي او المجموعة الرابعة السعودية متصدرة في المركز الاول ب11 نقطة أسباكستان المركز الثاني بتسع نقاط سنغافورة المركز الثالث بسبع نقاط اليمن في المركز الرابع بخمس نقاط وفلسطين المركز الخامس والأخير بأربع نقاط فلسطين لعبة ست مباريات أما اليمن وسنغافورة أسباكستان والسعودية لعبة خمس مباريات فقط المجموعة أية والمجموعة الخامسة قطر متصدرة بستاشر نقطة عمان المركز الثاني باثناشر نقطة أفغانستان المركز الثالث بأربع نقاط الهند المركز الرابع بثلاث نقاط وبنجلدش المركز الخامس والأخير بنقطة وحيدة دلوقتي قطر لعبت ست مباريات عمان وأفغانستان والهند وبنجلدش لعبه خمس مباريات فقط المجموعة إفة أو المجموعة السادسة اليابان متصدرة في المركز الأول بالعالمة الكاملة وبنسبة كبيرة جدا تأهلت رسميا إلى تصفيات كاس العالم اللي هي طبعا مش قصد أنها تخش كاس العالم عطول لا لنقول زي ما قلت فهمتك نايبه مجموعتين كل مجموعة فها ستة منتخابات هي تأهلت للدور ده اليابان متصدرة بت نمانتاشر نقطة طاججستان في المركز الثاني بعشر نقاط كيرغستان اسمه كيرغزستان المركز الثالث بسبع نقاط مينمار المركز الرابع بستة نقاط ومنغوليا المركز الخامس والأخير بثلاث نقاط منغوليا لعبة سبع مباريات أما اليابان وطاجستان وكيرغزستان وماينمار لعبه ستة مباريات فقط المجموعة جي المجموعة السبعة فيتنام المركز الأول باحد عشر نقطة ماليزيا المركز الثاني بتسع نقاط تايلاند المركز الثالث بثمان نقاط والإمارات المركز الرابع بستة نقاط وإندونيسيا المركز الخامس والأخير بدون نقاط الإمارات العربية لعبت أربع مباريات فقط لما فيتنامار وماليزيا وطايلاند أندونيسيا لعبه خمس مباريات المجموعة إتش نقاط التامنة وبالأخير في مركز الأول بتسع نقاط كوريا الجاربية المركز الثاني بثمان رابع أو لبنان وزالث بثمان رابع وكوريا الشمالية المركز الرابع بثمان رابع وطبعا مين اللي فاز وأيضي leave mohos يعني نوعنا صح النج accomplishments على كوريا الشمالية واللي تعادل معها واللي خسر منها وكل الكلام ده المباريات دي هتتحزف. فيبقى عندك اربع اربع منتخبات فقط. هيلعبوا كم مباراة. كل منتخب يلعب ست مباريات بدل ما يلعب تمام مباريات. وتتحسب الموضوع على كده. ده التصور اللي عندي لحد ما نشوف هيحصله. تمام? يعني كأن كده عارف انت لو تفرجت على دور ابطال افريقيا او دور ابطال اوروبا. بيبقى اربع اربع فرق في المجموعة. هو نفس الموضوع. يلعبوا ست مباريات بنزام الزهاب والاياب. ويحسبوا على الموضوع ده. يعني هيشيلوا كل النتائج اللي حصلت لكوريا الشمالية. من الحزبة اصلا هيشيلوا خالص. وكأنهما الاربع بس لعبوا بعض. تمام كده في امتقص دي اتمنى اكون في امتين. سر لانك المركز الخامس الاخير بدون نقاط. طبعا تركوا منستان لعبة خمس مباريات كوريا الجنوبية لعبة اربعة. سر لانك لعبة خمسة. المباريات اللي مع كوريا الشمالية المفروض على اقل كل كل منتخب لعب كوريا الشمالية مبارة واحدة على اقل. فالمبارية دي هيتم الغاءها طبعا. بس كده متمعين الكرام خلنا نتعرف على ترتيب الهدفين قبل ما اقفل الفيديو عشان نبقى اتكلمنا في كل حاجة. وحاولت اوضح لك الموضوع بتاع انسحاب كوريا الشمالية. اتمنى تكون فهمتو يعني. تاكومي مينامينو متصدر للهدفين لعب اليابان. انتخب اليابان ب سميناه اهداف من مركز الاول ايضا. يويا اوساكو لعب اليابان ايضا. من مركز ثاني عمر السومة لعب منتخب السوري بسببات اهداف. في مركز ثالث المعزة علي لعب المنتخب القطري بستة اهداف وعلي احمد بفخوت لعب منتخب الامارات وا rus Бوكستان وفي المركز الرابع ليو اوه لعب الصين بخمسة اهداف. وايضا كريم انصاري فريد انصاري فريد. لعب ايران وينغشه لعب الصين وفي مركز الخامس أقرم عفيف لعب منتخب القطري بأربع داف وبهاء فيصل لعب الأردن وهاري سوتار لعب أستراليا ومهند علي ميمي لعب منتخب العراق سردار أزمون لعب إيران وإلكسيون لعب الصين وجايمي ماكاليرن لعب أستراليا واتشهر الفكري لعب ماليزيا ومونو شخر لعب تاديستان محمد صفوي لعب ماليزيا ومحمد لعب ماليزيا أيضا وربيع المنزر لعب منتخب عمان وكم تشان ووك لعب كوريا الجنوبية وآدم تجرت لعب أستراليا بثلاثة أهداف اشترك الكنوة بقى فعل زر الجرس ومعلك الفيديو كان معكم محمد نور الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته